خلينا نأخذ نموذج ثاني من بلاد فرنسا ننقص كده حتة ثانية نروح للسعودية هذه المرة ومن السعودية حننتقل إلى دولة ثانية عشان نعرف أنه الفكرة القائمة كل الحلقة اليوم تقول لا تحط في سجل كلمة عاطل ما عنده شغل حنروح للسعودية ونشوف تجربة شاب يعني اليوم هو مشهور يعني قبل سنة غير مشهور قالوا عنه أهله أنت تحتاج روح إلى مصحة نفسية أنت مريض نفسيا ما تستطيع تشتغل ولا عندك طاقة أنت غريب عن كل الشباب غير النمطية وستطاع أن يكون من أهم الشباب الآن في السعودية جدتي الله يرحمها كانت يعني زي ما تقول أحسها كده نور ماشي في البيت البيت كان خمسة دوار في المدينة منورة في ثقيفة الرصاص أمام القبة الشريفة وقدام باب السلام فكل ما شوفها مثلا ماشية قاعدة في غرفتها الثجادة في الأرض كده غرفتها الطاقة والطاقة هذي تطل على القبة الخضرة يريد مقطعها بالقبة الخضرة من الكتر ما هو البيت قريب في أول سنوي رسبت في سبع مواد مرغم المواد هذي كان عندي مدرسين يعني خصين في البيت فالوالدة قالت لا أنت كده أكيد في مشكلة إيش هلعك نروح للدكتور أو طبيب نفسي يعني اختبر ذكائك أو كده أنا ما عرضت قاعدت أضحك يعني لأنا عارف نفسي إنه أنا يعني كويس رحت للدكتور وعمل اختبارات يعني أسئلة محاسبية وأشياء أركبها وأشياء فيها سرعة ومجهود ومحط كده أنا خفتي أنا تلعبت بعدين طلعت نتيجة فالدكتور بتقول البالد تقول لها ولدك من نوع اللعاب الزكاء فوق العادي يعني فوق المتوسط فلا ما فيه أي مشكلة بس إنه هو اللعاب يعني أكيد ما بيركز لكتور شهاب جمجوم الله يذكره بالخير لقاني دائما يعني في مشاريع ومشاريع فاشلة ومشاريع ما تعجبني ووظيفة وكده فكان عارف إنه أنا ماني مبسوط يعني فهو قال لي إنت إيش هوايتك أنا عارف هوايتي هوايتي الفن والرسم والخط يعني الفنون بيصف عامة لكن أنا اللي كنت مقتنع فيه إنه هذي الفنون ما تأكل أش وهذي الفنون ما تسوي لك مستقبل هذي اللي أنا كنت مقتنع فيه وهو اللي جاه قال لي لأ بالعكس أنت بتفشل عشانك ما درست الفن هذا أو ما درست الميول اللي عندك فهو اللي نبهني الموضوع ده كل المجتمع اللي حواليه يقول لك لأ إنت إيش تطلع خطات ورسام أو يعني رسام ما في مهنة اسمها رسام يعني أو فنانة ما في مهنة معينة دايما يصنفوها على إنها هي هوايات فأنا أتربيت بالطريقة دي واختناعت بالموضوع هذا جاء الدكتور شهاب قال لي لا هذا بالعكس هذا هو مجالك وهذا اللي انت حتبدأ فيه وفعلا بعد ما سشرت وطبعا عمدت استخارة ولا الحمد سافرت على أمريكا درست هناك والعلامات تغيرت من صفر ومقبول وجيد وجيد جدا إلى امتياز يعني شوف أنا أنا شكت في ما ما زلت كنت أشك بفي قدراتي أنا فهم نفس الشي يعني كانوا يقول يعني كنت أشوف في عيونهم إنه لا أكيد هذه دراسة سهلة أو إنه هذه مدرسة ما هي مدرسة كويسة أو ما هي مدرسة معترف فيها ولا هو دا مجالي يعني صعب فأيوة أخذ علامات كويسة يعني ممتاز يعني كويس إنه أخذ علامات كويسة لكن برضو ما هم مقتنعين إنه دا مستقبل يعني ما كانوا مقتنعين فأنا كان يجيني دا من إحباط يعني لكن كان هدي دراستي هدي كان عمري 27 سنة يعني أصحابي خلاص موظفين يعني يكون لو ثلاث أربع عصنين موظف أو شغالة أو كده أنا بديت أدرس عمري 27 سنة تخيل يعني ماني صغير كان ولد عمره سنة فبالنسبة لي كان الأمل الوحيد والخيار النهائي يعني ما كان عندي خيار تاني فأنا كنت مقتنع من جوا إنه لا هذا هو يعني أنا ببدع هنا وشفت المجتمع المجتمع اللي هناك رفع منوياتي أكتر كانوا صفقولي أنا عمره ما حد صفق لي كان ممكن صفقوني هنا هناك كنت هنا صفق هناك صفقوا لي كل واحد يشوف مذكرات ثايح يعني هي نقاط صغيرة أحلم كبير وأبدأ صغير يعني شوف الإشارات ولا توقف هي أربع نقاط خلينا عيدة مرة تانية أقول أحلم كبير وأحلم حلمك لا تحلم حلم اللي حولينك أحلم الحلم اللي انت تبعه مو حلمة مهمة فأحلم كبير وأحلم كبير وأبدأ صغير شوف الإشارات بعض إحيان النجاح إشارة بعض إحيان الثقوط إشارة يعني هذي كل إشارات لازم واحد يشوفها وفي الأخير أصبره لا توقف يعني لا توقف كان هذا هو أخي الأستاذ لؤي نسيم صاحب شركة الأمار لتفصيل الثياب والملابس استطاع الأخلؤي أن يصمد أن يضحي أن يضع في تقريري أنه صاحب إبداع صاحب إنجاز صاحب تضحيات وليس ذلك الشاب الذي استسلم لكل ما قيل له ولكل المشكلات ولكل العقبات التي مرت بحياته الحلقات مرة أخرى تقول ضع في تقريرك ضع في بطاقتك أنني لن أستسلم لكي أكون عاطلا أو أكون فارغا أو أكون لاهيا لا أنا صاحب مشروع وصاحب مهارة شكرا